عاجل وبشكل رسمي. الأهلي يشارك غدا في بطولة كاس مصر من خلال دور 16. ومواجهة فريق مصر المقصة في هذه البطولة. بالتحديد بعد الرد الرسمي. اللي وصل للنادي الأهلي من اتحاد الكرة. بخصوص طلبات الأهلي اللي كان طلبها في بيانه. فخليني أرى لحضراتكم الخطاب الرسمي. اللي وصل للنادي الأهلي من دقيق. والرد على طلبات النادي الأهلي بشكل رسمي. تلقى النادي خطابنا اليوم من اتحاد الكرة. يؤكد فيه الأخير على الاستجابة والحرص الكامل. منذ تولي المسئولية على تطوير منظومة التحكيم. والارتقاء بالحكام لأعلى المستويات. وأن الاتحاد تعاقد مؤخرا مع الخبير الأجنبي مارك كلاتنبرج. وأسند إليه رسميا قيادة المنظومة التحكمية بالكامل. ابتداء من 10.28.22. وبخصوص ما جاء فيه القطابة. الذي أرسله النادي لاتحاد الكرة منذ أيام. وأشار فيه إلى خطأ حكم الفار في مباراة الأهلي وفاركو. في الدوري أكد اتحاد الكرة في خطابه. على أنه بالفعل تم بأحالة هذا الملف كاملا منذ أيام. إلى الخبير الأجنبي كلاتنبرج. بوصفه المسئول الأول عن منظومة التحكيم. للتحقيق في كل الأوضاع القانونية والتقنية. واتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية. لكن حسب ما جاء فيه خطاب الاتحاد. أنه تبقى للوائح المنظمة لا يمكن الإعلان عن أي عقوبات. يتم توقعها على الحكام. وذلك لصالح استقرار المسابقة. ولكل أطراف المنظومة الكرةوية. وفي ضوء ما صبق. واستجابة اتحاد الكرة باختيار قيادة جديدة لمنظومة التحكيم. وتسليمه المهمة رسميا. وتحويل ملف حكم الفار في مباراة الأهل. وفارقه فيه الدور لتحقيق الاتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية. دون الإعلان عنها تماشيا مع اللوائح المنظمة. وبعد عرض الأمر بالكامل على مجلس إدارة النادي. تقرر بشكل رسمي مشاركة فريق الأهل في بطولة كأس مصر والسوبر المصري بالتبعية. إذن الأهل مطالبه تنفذت. إذن كل الشروط اللي اشترطها الأهل عشان يستكمل بطولة كأس مصر. وبالتالي يشارك في بطولة السوبر. اتنفذت. تعالوا نفكر بعد بالمطالب اللي طلبها النادي الأهل. أول حاجة. قالت لجنة الحكام برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح. ده كان أول مطلب. تاني مطلب التحقيق مع محمود عشور حاكم الفار في مباراة الأهل وفارقه. واللي ألغى هدف صحيح بنسبة مليون في المية لبيرسي تاو. دي كانت مطالب النادي الأهلي. وبعد المطالب دي الأهلي في الخطوة الثالثة أو في النقطة الثالثة قال لك يا جماعة. أنتوا لو ما نفستوش المطالب دي وما حققتوش في الكلام ده. إحنا مش هنشارك في بطولة كأس مصر. ولا حتى هنلعب مطش السوبر مع الزمالك المكرر ليه في شهر اكتوبر المقبل بابوزابي. فالتحاد الكرة على مدار الأيام اللي فاته عمل إيه؟ مغير رئيس لجنة الحكام اللي هو كابتن عصام عبد الفتاح. وجاب كلاتنبرج بشكل رسمي بقى هو اللي ماسك المسئولية من يوم عشرة تمانية. تمام؟ اتحاد الكرة كمان أخطر للأهلي بإيه؟ قال لهم يا جماعة. أنتوا كنتوا طالبين أن يبقى فيه تحيمة مع محمود عشور. بالفعل فيه تحيمة مع محمود عشور. لكن مش هنالعن العقوبات طبقا للليحة وطبقا لمصلحة منظومة التحكيم. لأن دي حاجة يعني دايما بتحصل. آه ممكن يبقى فيه عقوبات وفيه أخطاء بيتعاقب عليها حكامنا. لكن في نفس الوقت ما بيبقاش فيه إعلان عنها. وبناء عليه الأهلي خلاص كده شروطه تنفزت. فبالتالي الأهلي حيلعب في مباراة المقصة بكرة. وبالتبعية حيشارك في مباراة السوبر أمام نادي الزمالك اللي هتكون في أبوزابي. فتركبوا خلال الساعات القليلة جدا المقبلة. خلاص الفريق بيستعد طبعا من خلال مرات اليوم لمباراة المقصة. وبالتالي حيكون فيه قايمة للفرقة. والأمور هتبقى ماشية بشكل طبيعي بعد ما أهلي حقق كل اللي هو عايزه. بالمناسبة بقى هل ده ضعف من اتحاد الكرة؟ لا. اتحاد الكرة عمل كده ليه؟ لأنه شاف إن الأهلي عنده حق. والأهلي اللي ما بيطلب طلبات مش بيطلبها عشان يفرد عضلات. ويقول لك لا أنا جامد قوي بكلام من ده. لا الأهلي بيطلب طلبات بعد ما سبر كتير قوي. بعد ما فات بالكيل بشكل كبير من منظومة التحكيم في مصر ومن الأخطاء الكاريسية. لأفقادة الأهلي عدد هائل من النقاط كافيل بمنافسة الأهلي القوية على بطولة الدوري. هذا الموسم. فقال لك لا بقى إحنا يا جماعة لازم يوقف فيه وقفة. لازم يوقف فيه حل. أنا طلباتي واحد اتنين. تمام؟ اتنفذت الطلبات دي عشان الأهلي عنده حق. هو عايزه وبالتالي الأهلي حيلعب مباراة المؤسسة. الفترة اللي فاتت كان محمود عشور ما كانش فيه أي تحيق معاه. لكن كان فيه شكوى من الأهل. الكابتن عصابة فتاح كالعادة تجاهل شكوى الأهل وما بصش فيها. بل بالعكس أشد بمحمود عشور وقال لك هو الرجل أصلا ما غلطش رغم من العالم كله. قال لك المحمود عشور غلط. بما فيه مقلاتنبرج الرجل الجديد. لكن عندنا في الأهلي كان فيه توجه من كابتن عصابة فتاح لإحراج النادي الأهلي. لإحراج النادي الأهلي عشان كلامنا يبقى واضح. تمام؟ لكن اتضح أن محمود عشور غلط. لو ما كانش غلط ما كانش اتحاد الكورة حقق معاه. أو ما كانش حول الشكوى لكتلاتنبرج. اللي أنا بقوله حضراتكم في اجتماعه مع لجنة الحكام أقر بخطأ محمود عشور. لكن مش هيكفقوا الفترة الجاية. اللي كفقوا خلاص كابتن عصابة بفتاح اللي رحل بالشكل الرسمي لرئاسة لجنة الحكام بالتحاد الكورة. لكن احنا في عصر جديد مع كتلاتنبرج. إن شاء الله نتمنلوا كل التوفيق. لكن خليني أعيد على حضراتكم. وكرر تاني. الأهلي خلاص غداً حيلعب مباراة المقصة في دور 16 من بطولة كاس مصر للموسم الحالي. بعد الاستجابة لمطالبه في خطاب رسمي. وصل للنادي من دقايق من اتحاد الكورة. اللي أقر فيه بشكل أو بآخر بحقية النادي الأهلي في طلباته. واللي نفذ طلبات الأهلي. تاني. عشان الأمور تبقى واضحة للجميع. الأهلي كان طالب أن يكون فيه لجنة حكام جديدة أو رئيس لجنة حكام جديد. ده حصل. كتلاتنبرج جيمة كانت كابتين صام عبد الفتاح. الأهلي كان طالب التحقيق مع محمود عشور. اتحاد الكورة قال للأهلي. فعلا تم تحويل الشكوى بتاعتك لاتنبرج. وأكيد سيكون فيه تحقيق خلال الفترة الجاية بناء عليه. بشكل رسمي يا جماعة. الأهلي قالوا بكرة على المقصة. وبالتبعية شارك في مبارات السوبر مع الزمالك في شهر عشر المقبل. إذن ده كل الأمور. وهذا الخبر الهام والعاجل. ترجمة نانسي قنقر